إن سر السحر أمر بسيط. كيف تجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم؟ قوة السحر. كيف تكسب أي شخصاً إلى صفك في أي موقف؟ تأليف براين تريسي ورون أردن بصوت نسرين أبو ديه السحر هو القدرة على التفاعل والتحدث والتفاوض وإقناع الآخرين وأن تتعلم كيف تكون دافئ المشاعر وودوداً ومحبوباً ويعتمد نجاحك في مجال العمل والحياة الشخصية على قدرة التواصل الفعال بنسبة 85% لذلك سوف تتمكن بعد قراءة هذا الكتاب أن تسحر الناس بأسلوب حديثك واستماعك وتفاعلك سحر سهل متمثل ببعض الأساليب البسيطة التي يمكنك تعلمها وتطبيقها مع أفراد أسرتك وزملائك في العمل وأصدقائك كن الأكثر إقناعاً وتأثيراً في أي حوار أو موقف تشارك فيه الآن الفصل الأول أن تكون شخصاً ساحراً من أهم عوامل النجاح إنه أغلى الكنوز السحر هو قدرة الشخص على خلق تواصل رائع مع الآخرين بحيث يشعرهم بالتميز وتكون الاستجابة له قوية وعاطفية وأحياناً تلقائية وأغلب الأشخاص يظنون أن المرأة يولد ساحراً وهذه النظرية قد تكون صحيحة في بعض الأحيان ولكن أفضت دراسة للعالم رون أردن حول قوة السحر وتأثيره إلى أن الشخص الذي يملك قوة السحر يملك قدرة الإبهار وأن الساحرين يحققون لأنفسهم السرور بإدخاله إلى نفوس الآخرين ووجد أن السحر ما هو إلا بعض السلوكيات والطرق التحكم في آليات التأثير على الأشخاص قوة السحر تجعل الأشخاص يصغون إليك ويخفرون لك أموراً يعاقب عليها شر عقاب ويسرون لك بأسرارهم الخاصة كما وتتاح لك فرص لا تتاح للآخرين أبداً فيحسن الآخرون بك الظن دائماً وتشعر الآخرين كما لو أنهم الأكثر أهمية إنها قوة لا حدود لها بأن تنقل لأحدهم شعوراً رائعاً حيال نفسه في أي مكان وأي زمان وهذا ما تحتاج له لترتقي سلم النجاح ولتتفاعل مع الناس في المجالات كافة الفصل الثاني سر قوة السحر يكمن بإعطاء الآخرين الشعور بالرضاء عن ذاتهم جوهر الشخص يكمن في تقديره لذاته ومن سبل السحر التقبل أي الاحترام الإيجابي غير المشروط وأن تتقبل الآخرين بكامل كيانهم وتعبر عن ذلك بالتبسم ثانياً التقدير أظهر لهم التقدير من أجل شيء قاموا به كبيراً كان أم صغيراً ليشعروا بالمزيد من الأهمية والكفاءة وتحسين صورتهم الذاتية ثالثاً الاستحسان فكل الأشخاص يمتلكون رغبة دفينة لتلقي الاستحسان على أعمالهم وإنجازاتهم ويمكنك التعبير عنه بالمديح رابعاً الإعجاب فإن المجملة تروق للجميع لتكون مجملة صادقة مخلصة حول إحدى صفات الشخص مثل الحرص على المواعيد أو المثابرة والاجتهاد وأخيراً الانتباه لعلها أهم السبل على الإطلاق وسر الجاذبية الفورية لذلك سوف تكون موضوع الفصول التالية يكمن السر في أن تسحر امرأة بالإنصاط إليها دون أي مقاطعة كما لو أنك مفتون فتنة كاملة بها لأن أهم الاحتياجات العطفية والأشد تأثيراً لدى النساء هي المحبة والانتباه والتقدير أما سحر الرجل فبسيط اطرح عليه سؤالاً عن إنجازاته وأظهر تقديرك لها إن لدى الرجال ما يسمى بالقلق من فقدان المكانة وهو خوف بأن كل شيء قاموا بتحقيقه قد ينتزع منهم في أي لحظة وحين تركز المرأة مع الرجل حين يندمج في شرح عمله ومساره المهني وتمارس جميع مهارات الإنصاط ويشعر باحترامها لإنجازاته وتعرب عن افتخارها بذلك فإنه سيراها فاتنة بطريقة لا تقاوم الفصل الثالث علينا تغيير سلوكياتنا وتصرفاتنا الخارجية لتنعكس على جوهرنا الداخلي في حقل التنمية الذاتية هناك اتجاهان لسلوكيات الخاصة بالفرد وهما من الداخلي إلى الخارج حيث يتم تشجيعنا على النظر إلى داخل أنفسنا والبحث عن منبع سلوكياتنا لنفهم لماذا نفعل ما نفعله أي تغيير الطريقة التي نفكر بها داخلياً كي نغير تصرفاتنا ومن الخارج إلى الداخل أي أن نغير سلوكياتنا الخارجية للتأثير على ما نشعر به من الداخل كأن تقول أنا أشعر بالسعادة أو الحماسة فسوف تقنع الآخرين بذلك غالباً وهذا ما سيؤثر عليك لتبدأ بالشعور بالسعادة فعلاً وما سنركز عليه هنا هو اتجاه الخارج إلى الداخل لأن معرفة سبب أفعالك لا يعني أنك ستعرف كيفية تغييرها وإذا كنت ترغب بالتغيير حقاً عليك التركيز على كيفية إحداث التغيير وغالباً يكون أسرع وأسهل أن تصنع الفرق بداية من السلوك الخارجي وإلى الداخل اقتباس إن البشر مخلوقات تحكمها العاطفة بدرجة كبيرة يتخذون قرارات معتمدة على العاطفة ثم يبررونها منطقياً الفصل الرابع يعد الإنصاط الفعال أسمى أشكال الإطراء الإنصاط هو قدرة الفرد على إدراك ما يقال من حوله وما يقصد به وقد عرفه دانيال جولمن مؤلف كتاب الذكاء العاطفي بأحد أهم عناصر الذكاء العاطفي وهو أهم من حاصل الذكاء العام كما عرفه هاورد جاردنر من جامعة هارفرد بأنه الذكاء الاجتماعي يوجد أربعة عوامل أساسية للاستماع الفعال استمع بانتباه دون أن تقاطع المتحدث وبصمت تام كأنه لا يوجد شيء في هذا العالم أهم مما يقوله تمهل قليلاً قبل الرد بدلاً من أن تبدأ بالحديث تمهل واصمت من ثلاث إلى خمس ثوان دع الصمت يا سود وإياك أن تفترض أنك تعرف بالضبط ما يقصده الشخص الآخر ساعده أن يتوسع عن طريق الأسئلة مثل بأي معنى؟ أو ماذا تقصد بهذا تحديداً؟ وأخيراً تقديم المردود أي إعادة صياغة ما سمعت من الشخص الآخر وهو دليل على الإنصاط الفعال الفصل الخامس تتطلب قوة السحر الانتباه الكامل وخاصة فن الإصغاء العلاقات الجيدة تبنى على صفات عدة ومن أهمها إدراك الآخرين أنك مستمع متعاطف وذلك بإعطاء المتحدث سلوكيات وإيماءات جسدية وإشارات تقول إنني أركز تركيزاً تاماً على ما تقول والإشارة هي الإشارة الأولى التواصل بالأعين واستخدام الخلجة احرص على التواصل البصري إنه السلوك الأساسي ليدرك الآخرون أنك مستمع لهم وكلما حافظت على التواصل البصري زاد شعورهم بأهمية ما يقولون ودرب نفسك على التركيز التام باللحظة الحالية لاستمرارية التواصل وأما الخلجة فهو فعل بسيط بأن تحول نظراتك من عين إلى أخرى بينما تنصت للآخرين وهي المؤشر للتمييز بين الإنصات الصادق والإنصات الزائف وعندما تبدو عيناك قد تجمدت على موضع ما بنظرة باردة وخاملة هذا يعني أنك لا تصغي وإنما تدعي ذلك الإشارة الثانية إيمالة الرأس وبعض الإيماءات بكل بساطة عندما يستغرق محدثك في الكلام عن شيء تعتقد بأهميته أمر رأسك فسوف تبدو شديد الانتباه والحرص وتعد إيماءات الرأس مؤشرات قوية على مدى استماعك للآخرين واهتمامك بحديثهم وهناك ثلاثة أنواع للإيماءات الأول الإيماءات البطيئة جدا بالرأس والتي تعني أني أسمعك ولكني لا أوافق بالضرورة على ما تقول الثاني الإيماءات السريعة قليلا وتعني أنك على حق وأنا أتفق معك والنوع الثالث الإيماءات الأكثر سرعة بالرأس وتعني أنني أتفق معك بشدة الإشارة الثالثة لغة الجسد بالكامل تناولت إحدى الدراسات حول التواصل أن خمسة وخمسين في المائة من الرسالة تصل عن طريق لغة الجسد وسبعة في المائة فقط عن طريق الكلمات لذلك لكل شيء أهميته ولكل حركة تأثيرها ولتكون ساحرا عليك توجيه جسدك بالكامل نحو المتحدث ولا تعقد دراعيك أو تتكور داخل الكرسي واستخدم يديك أثناء الحديث وإن كنت واقفا انتبه لدائرة التواصل تخيل أنك واقف في مركز ثلاث دوائر الأولى تبعد من يقارب قدمين وهذه هي المساحة الخاصة أو الحميمية وهي قاصرة على شريك الحياة وأفراد أسرتك أما الثانية فتبعد من قدمين إلى ستة أقدام وهي المساحة الملائمة للمعارف والزملاء بالعمل وآخر دائرة تبعد عن موضعك ما يزيد عن ثماني أقدام وهي مساحة الحماية والأمان لحديثك مع الغرباء الإشارة الرابعة التوكيدات الصوتية واللفظية المستمع الجيد دائماً ما يصدر أصواتاً مثل أ أو أها م وتلك الأصوات يروق للمتحدث سماعها والتفاعل معها كما أنه يقدرها حق تقدير ترجمة نانسي قنقر